السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحلام بشارككم اليوم تقربتي في عمل طريقة فطائر البالون التركية والحمد لله طلعت التقربة ناجحة وكانت الفطائر مجوفة وحلوة ومناشفة من الزيت وقدمت الفطائر بشكل جديد والكل أعجب فيها باستنى أرأكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ويلا نشوف الطريقة أول حاجة بجهز العقينة في بعاء العقن بحط كوبين من الماء وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر بضيف ملعقة كبيرة سكر ونصف ملعقة من خميرة تيولب إذا استخدمتم الخميرة العادية فبتسووا ملعقة إلا ربع وبخلط المقادر هذه مع بعض وبعدين بضيف خمسة أكواب من الدقيق بضيف تقريبا ثلث ملعقة من الملح وثلث كوب من الزيت واختياري ممكن تضيفوا ملعقة من الزبادي وبعدين ملعقانة حسيت أن العقينة قاسية فبضيف شوية ماء تقريبا ملعقتين ممكن ما تحتاجوا لإضافة الماء لأنه دقيق عن دقيق يفرق فكونوا منتبهين لهذه النقطة بتضل العقينة تنعقل الوقت تقريبا خمس دقائق وبعد كذا بلملم العقينة بيدي وبغطيها بمشمع وبفوطة وبخليها ليما يضعب حجمها بتطول شوية عن ساعة تقريبا ساعة وربع يعني على حسب القو في المطبخ وهذا شكل العقينة بعد ما ارتاحت بعد ساعة وربع تقريبا بفرغ منها الهواء وبقسمها إلى ثمان كرات بهذا الحجم وبيكون في معايا كمية من الحليب وكمية من السمسم استخدموا السمسم الأبيض أنا هنا ما كانش في عندي سمسم أبيض فاستخدمت السمسم الأحمر هذا فكنت أغمس كل كرة بالحليب وبعد كذا أغمسها في السمسم هنا خليت ثلاث كور بدون تغميس بغطي عليهم وخليهم ارتاحوا عشر دقائق وبعد كذا ببدأ أفرد على كرة كرة بفردها بهذا الشكل ما بخليها نحيفة سيادة ولا بخليها فخينة بتكون متوسطة بعد ما توصل لهذا الحجم بقطعها بالقطع إلى أربع وبرصهم في صينية على جنب وبكمل كل الكمية بنفس الطريقة بعد ما أكمل برصهم في صينية واغطيهم ضروري تبتاحوا من سبع إلى عشر دقائق عشان انتفخوا بعدا في الزيت وبعدين بفتح على الزيت ما بخلي يسخن زيادة أنا هنا قربت بوحدة فكان الزيت لسه مشتاخن ما انتفخت الفطيرة فبخلي كما نسخن شوية وحط الفطائر واقلبها على طول ولما تحمر من تحت برجع أقلبها تحمر من الجهة الثانية وبشيلها من الزيت وبحطها على ورق مطبخ النار بتكون عندي أعلى من المتوسط بشوية لما شيل الفطائر بوطي النار على الآخر وبعد كده بحط الدفعة الثانية وبعلي النار وهكذا لين مكمل كل الكمية بخليهم يبردوا وببدأ أحضر للسوس يكون في معايا نص علبة زبادي تقريبا نص كوب وحبتين جبل مثلث ممكن تزودوا الكمية وملعقة صغيرة من دبس الرمان شوية ملح وشوية فلفل أسود وعصرة نصف ليمونة كبيرة بخلطهم مع بعض لين ما تمتزج كل المكونات وخلاص بكده يكون الصوس جاهز أطلقت خمس بيضات وقطعتهم إلى شرائح ومعايا شبس كنت قالية كمية وطماط وخيار وخس وببدأ الآن أحشي الفطائر وهذه الفطائر عندي خلاص بعد ما بردت بأخذ على واحدة وحدة أفتحها زي ما شايفين وبحط عليها من الصوس ورقة من الخس بهذا الشكل عشان تكون باينة وشريحة من البيض وشوية شبس وطماط وخيار والحشوة طبعا هذه على حسب الرغبة ممكن تحشوها بقبل ممكن تحشو باللي تحبوه وبكمل أحشي باقي الفطائر وبقدمها بهذا الشكل بتمنى يا رب تقربوها قربوها أنا لما قدمتها كلهم انبهروا فيها شكلا وطعما بس لنقراكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله ومع السلامة اشتركوا في القناة